بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كانت هذه الآية من خواتيم سورة البقرة وهي من أعظم النعم الإلهية التي أنعم الله بها على المسلمين جميعا وقد ذكرت آية أخرى في القرآن الكريم بمعناها قال ربنا سبحانه وتعالى فيها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى يعني لا يكلف الله نفسا أن تنفق أو أن تشتغل بأحكام الدين وتكليفات الشريعة إلا بما تستطيع وهذه آية من آيات رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلف عباده إلا بما يستطيعون فالحج إنما يكلف به من استطاع إلى الحج سبيلا لا يكلف بالحج من كان فقيرا أو كان مريضا والصوم لا يكلف به من كان مريضا وكذا سائر الأعمال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها لا يكلف المسلم منها إلا بما استطاعه وبما قدر عليه ويأتي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبين لنا هذه الحقيقة فيقول صلى الله عليه وآله وسلم اكلفوا من الأمر ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل يعني لا تكلفوا أنفسكم ما يشق عليكم فإن الله سبحانه وتعالى لا يترك ثوابكم حتى تتركوا العمل الصالح فمن تقرب إلى الله وازداد في عمل صالح بشوق إلى الله فإن الله يثيبه ويجزيه لكن لا يستحب للعبد أبدا أن يكلف نفسه ما لا يطيق فيقول صلى الله عليه وآله وسلم فإن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطعا يعني من كلف بحمل حمل ثقيل فحمله مرة واحدة وأراد أن يسير به انقسم ظهره فلا هو أدى العمل الذي عليه ولا هو أبقى ظهره لكي يقوم بالعمل مرة أخرى فمن رحمة الله ومن عظم فضل الله سبحانه وتعالى أن يسر على هذه الأمة ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لا تكلف من الأمر ما لا تطيق دخل صلى الله عليه وآله وسلم المسجد يوما فوجد حبلا معلقا بالسقف فقال لمن هذا فقالوا هو لذينب زوجة سيدنا رسول الله تقوم بالليل فإن تعبت تعلقت به فقال صلى الله عليه وآله وسلم حلوه لا يصلين أحدكم نشاطه لا ينبغي للمسلم أن ينشغل بنفل العبادة وأن يقوم للصلاة وهو تعبان وهو مريض فإنه ربما يذهب في صلاته فيسب نفسه ويسب ربه كل ذلك ليبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها حتى وإن كان قليلا وكان عمله صلى الله عليه وآله وسلم ديمة يعني إذا عمل عملا صالح داوم عليه لا يقطعه ربما يصل الإنسان في يوم مئة ركعة ثم يتعب ويفتر فلا يصلي بعده أفضل له من ذلك أن يصلي في كل يوم ركعتين وأن يستمر عليها فعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ديمة اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وهكذا تعكس لنا هذه المفاهيم عظم هذه الشريعة وعظم رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه يحب من عباده أن يقبلوا عليه بشوق وأن يقبلوا عليه بيسر وأن يقبلوا عليه بحب إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا فهيا بنا نغتنم الأعمال الصالحات وهيا بنا نلتزم نهج سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم وهو أن نلتزم بما تعودنا عليه ولا نتكلف بما نعجز عن القيام به فيكون ذلك متعب لنا ومؤد إلى ترك العبادة وترك الطاعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يعيننا على مرضاته وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين من عباده وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته